لا يزال العشرات من مناصري الحزاب الخاسرة في الانتخابات ينظمون وقفات احتجاجية أمام مكتب مفوضية كربلاء رفضا للنتائج الأولية وتشكيكا بنزاهة العملية الانتخابية التي جرت في أجواء ديمقراطية شفافة وقد حضر مختصون بالشأن القانوني من تداعيات زج الشارع بهذا الصراع الذي يهدف إلى الحصول على مكاسب خاصة بدلا من اتباع الطرق القانونية أو الاعتراف بمخرجات العملية الانتخابية قانون العراقية كذلك كفل حق الاعتراض على نتاج الانتخابات بعد علان نتاج النهائية تقديم مدة طعن لمدة ثلاثة أيام من تاريخ علان نتاج النهائية لذلك على المرشحين الذين خسروا انتخابات والكتل المرشحة الذين لا يستطيعوا أن الفوز بهذه الانتخابات تقديم طعون أمام محكمة التحادية ومحكمة الدستورية للنظر في نتاج هذه الانتخابات الاحتجاجات التي يقرها الدستور هي احتجاجات أن تكون مطالب جماهيرية دستورية كذلك المصلحة العامة أهم المصلحة العامة أما أغلب المصلحة العزبية عن المصلحة العامة فهذا مرفوض هذه التظاهرات استقبلنا وفد مخصص من هذه التظاهرات تكلمنا وياهم أفهمناهم عن طبيعة الإجراءات المفوضية شرحنا لهم أنه آلية الطعن كيف تكون أركان الطعن شون تأدى انتهت مرحلة تقديم الطعون عدنا مرحلة مهمة هي أنه حسب قرار رئيس مجلس المفوضين أنه استكمال الأدلة الخاصة بهذا الطعون مراقبون بدورهم أشاروا إلى ضرورة احترام إرادة الناخبين وعدم جر البلاد نحو الفوضى والإضرار بمصلحة المواطن الذي أدلى بصوته لمن يريد أن يمثله في البرلمان المقبل أملا بأن يتحقق تغيير المشهود للبلد بعد أن تحمل الكثير من الأعباء والمعاناة والمشاكل التي توالت عليه لسنوات طويلة من حكومة إلى أخرى القانون يمنح حق لأي مشتكي بعد تقديم الأدلة على وجود انتهاكات قانون الانتخابات وخروقات قانون الانتخابات من حق أن يقدم طعن فبالتالي القضية جدا واضحة وصريحة اللجوء إلى الشارع هو يعني اللجوء إلى العنف اللجوء إلى دوامة الإشكالات والبلد في غناء عن هذا الموضوع اليوم خرج الشارع العراقي بأكمله وذهب للانتخابات البرلمانية التشريعية المبكرة من أجل تغيير الواقع المرير الذي كان يعانيه الشعب لأكثر من 15 سنة أمننا كبيرا بالحكومة القادمة بالمرشحين المستقلين الذين تأهلوا لقبة البرلمان الجديد لأنه بواقع العراق اليوم العراقي يعاني بكثير من الأزمات كانت على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويرى المواطن البسيط أن في الانتخابات التشريعية بارقة أمل ومخرجا وحيدا وحقيقيا نحو إحداث التغيير الحقيقي وإنقاذ البلد من واقعه المزري في مختلف المجالات من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة رشيد فلايا ترجمة نانسي قنقر